بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الصادقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا أدبار صدق الله العظيم نحن اليوم بعد هذه الفترة الطويلة حرب دامت إلى الآن نصف سنة بالتمام والكمال نصف سنة بالتمام والكمال حرب خاضها الأوروبيون وعلى رأسهم أمريكا بكل عتادها وسلاحها ومخابراتها ووسائل حربها طبعاً طبعاً تحت عنوان الصغاينة في فلسطين ضد شعبنا الجائع اللي حاصر السجين منذ زمن بعيد مقطوع عن الدنيا لا يملك شيء سوى بعض الفتاة التي صنع منه ما يحاول أن يدافع به عن نفسه ستة أشهر ستة أشهر وحمم من السماء والأرض حمم براكين تنزل على أطفالهم على نسائهم على بيوتهم ما تركت أخضراً ولا يابساً ما تركت حياتاً قطعوا عنهم كل شيء لا يتخيل عقل بشري جريمة من هذا النوع ما الأدوية المواد الغذائية يطاردوهم بالشوارع بالطرقات وقتلوهم بكل صنوف القتل وعلى مختلف الطرق والأساليب وهذا على مشهد من العالم ومرأة من جميع المسلمين إخواني هذا كله كله نعرفه غزة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله انتصرت إن شاء الله وفرضت نفسه أطفال غزة أنتم بتصوروا أن المقاتل فقط هو الذي ثبت لا ثبت المقاتل ثبت مقاتل يثبت وهذا أمر يجب أن يكون كذلك الغريب العظيم الذي يجب أن نقف عنده طويلا ثبات الأطفال والنساء والشيوخ ثبات غزة ثباتها تحت الموت التمزيق التمزيق اليومي ما تراجعه ها هنا أقولي هذا يستسقى في الكلام حينما يقال نريد أن نخرج حماس من غزة ونريد أن يحكم غزة وهل في غزة غير حماس حينما تقول نريد أن نخرج غزة حماس من غزة يعني تريد أن تخرج غزة من غزة هذه الحقيقة يعني لا يعني أنه هناك بعض ضعاف النفوس في كل مكان وفي كل زمان هذا موجود على كل إخواني ربما كثير من الناس اليوم يتصور أنه ألقت عصاها واشتقر بها النوى يعني اليوم صار لازم نرتاح حققنا إنجاز أو حققوا إنجاز خلاص كافي نرتاح نتفخر ننظم قصائد نكتب أدبيات وهكذا على أساس أنه قدمنا قدمنا للعلا هذا هذا أول الوهد أول الخذلان أول الهزيمة نحن لم ننتصر بعد نحن يجب أن نبدأ الحرب الآن نحن لم نبدأها في الماضي ما أنجزته غزة يجب أن يكون منطلق منطلق للتحرير الحقيقي منطلق لإنجاز الوعد الإلهي منطلق لدفع هيمنة الغرب عن بلادنا ليس فقط الصهاينة الصهاينة موجودون لأن الغرب موجود إذا رحل الغرب عن بلادنا رحل سريعا سريعا هنا أريد أن أن نتحدث بوجدانية مع كل أهلنا بمختلف تياراتهم وأصنافهم ممن ذهبوا للمفاوضات مع العدو ووقعوا اتفاقيات صلح ممن يقولون بأنه لا حيلة لنا إلا التطبيع والتفاهم مع العدي وهو القول قهار الذي لا قبل لنا به ومنهم من يقول نحن علينا أن نعد وننتظر آواء إلى النهاية هذا ينتظر المهدي وذاك ينتظر المسيح وإلى النهاية يا إخواني غزة باللا إمكانية بين يديها إرادة صبر توقف على الله أنجزت ما كنا نقول عنه مستحل حتى اليوم بعضهم يسخر منا ويقول انتصارات أنتم ماذا تتحدثون عن انتصارات ستنتظرون وترون غزة غزة ما أنجزته بعد سبعة تشرين أعظم بكثير بكثير من سبعة تشرين وغير سبعة تشرين نحن في بداية حرب اليوم بدأت الحرب الحرب على كل الأصعد وفي كل الميادين وفي كل الساحات إياكم أن يظن أحد منكم أن الاستراحة اليوم بدأت لا هذا أمر يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار الكفار في بلادنا المحتل في بلادنا منذ أكثر من مئة عام احتل البلاد ويفعل بها ما يشاء لم يستول على أموالها فقط استول على كل شيء حتى على على عقول أجيال وأجيال إياكم أن تظن أن في الشايم حاكم سوري أو في العراق حاكم عراقي أو في البلاد الحرمين حاكم نجدي أو في مصر حاكم مصري إياكم أن تظن في الأردن حاكم أردن إياكم أن تظن في المغرب أو في الجزائر حاكم جزائر مغربي إياكم أن تظن أن الأسلحة في بلادنا للدفاع عننا إياكم إياكم أن تظن أن الجنود في بلادنا لحمايتنا هذه الأسلحة وهذه الجنود هم جنود المحتل شأنهم أن يقتلوا كل طفل وكبير إذا اعترض على حكم الغرب هذه هي الحقيقة يا إخواني إذا اليوم نحن لا نفكر في الجهاد في أي يوم الجهاد له كما تعرفون مبررات وشروط إلى النهاج نحن حينما أمرنا الله جل وعلا جاءناه بالجهاد للدعوة إلى الإسلام للأمر بالمعروف نهي على المنكر دفع الظلم عن الأمم الأخرى فكيف والظلم حلى بنا والكفر ساح بدارنا كيف فالله نحن عاجزون هذه غزة أعجز العاجزين لكنها كانت صارت ليس لنا إمكانيات طاقات وإسلاح هذه غزة لا إمكانيات ولا طاقات ولا إسلاح وانتصرت يقتلون أطفال غزة بأطفالها انتصرت بدماء أطفالها انتصرت يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار هنا أيضا تنتبهوا لشرك ومن يولي ومن يولي يومئذ دبورا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لفئة فقد باء بغضب من الله وما هو جهنم وبئس المصير الحرب أولا يا إخواني خلينا قديما كانت الحرب يعني الصفوف متواجهة وتتقاتل وخطاب ومن يولهم دبورا يعني هؤلاء الصفوف من أعطى ظهره للمعركة وخرج منه صرف الفكرة هنا اليوم الموضوع أوسع بكثير الموضوع أوسع بكثير اليوم أنت على وسائل التواصل تبعك أنت مقاتل أنت بالإعلام مقاتل بالاقتصاد مقاتل بالجهاد مقاتل بإيصال الطعام مقاتل أنت مقاتل ليش بنائكم غزة انتصرت بالسلاح إذا أردنا أن نحسب لا ماذا كم قتل من الإسرائيليين وكم قتل من الفلسطين قتل من الفلسطين أضعه كم هدم عند الإسرائيليين وكم هدم عند الفلسطينيين بهاي الموازين لا غزة سحقت لكن اللي نصر غزة لإعلام أناخا رحل أمريكا لإعلام كسر أم في السياسة الغربيين لإعلام الدنيا الدنيا كلها شاء هدف الظلم العدوان قتل الأطفال الهدم خافوا هؤلاء خافوا ولهذا الغرب يحسن النفاق ويجيد اللعب على الألفاظ لكن ترام لا هو من حسناته أنه لا يحسن اللعب على الكلمات ترام كان واضح خطب اليهود قالوا أنتم هزمتم اقتلوا لكن لا تصوروا اهدموا لا تصوروا صورتم ونشرتم جرائمكم ف انقلب عليكم الرأي العام هزمتم أوقفوا هذه الحرب الإعلام هو اللي هزم الصورة اللي نقلت من غزة من طفل صورها من امرأة قالت كلمة من شاب عبر تعبير من لقطة لانفجار أو لطفل في شارع مقتول هذه الصور هذه المفردات إذا جمعتها سوت المهركة وسوت معركة الانفصار من تبه لهذا كل خطوة كل خطوة يخطوها المرء نزلنا واديا صعبنا جبلا قلنا شعرا نطقنا نثرا كل تصدقنا قدمنا مالا راحلة كن فعل يدعم وآدوا لهم ما استطعتوا من قوة ومن رباض كلها مقوة يدعم المعركة هو جزء للمعركة والتخلي أن أجلس في بيتي ولا أبالي أو لا بالعكس يعني أصير مدبر تماما إياك أن تكون مدبرا في هذه الحرب الحرب القادمة يجب أن نحضر يجب أن تكون مفتوحة هذه الحرب لا يجوز أن تبقى مصر بيد الصهاينة اليوم مصر بيد أقضر الصهاينة فلسطين بيد أقضر الصهاينة بلاد الحرمين كل هؤلاء بالأمس ومعنى اعترف حتى العدو أن السلطة الفلسطينية أرسل الضباط وجند لغزة بالتنسيق مع مصر تحت إمرة الصهاينة لمساعدة الصهاينة في القضاء على غزة أنت هم تتصور الموضوع من الفلسطيني اللي يدعي أنه هو رأس الفلسطيني هو المقاوم وهذا المصري هذا أمر لا يجوز أن يبقى يجب أن تكون بلادنا بإيدنا لا نتردد لا نختبئ خلف الأعذار لا نختبئ ومن يولهم يومئذ دبورة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باخى بغضب من الله يجب على الأمة كل الأمة رجال الأمة نساء الأمة أن ينهضوا لإصلاح حال الأمة أن ينهضوا اليوم وأمرنا الله بالجهاد دفاعا عن الحق للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لنصرة مظلوم اليوم صار الجهاد في بلادنا لخدمة الغرب للأمر بالمنكر وللنهي عن المعروف ولنشر الفساد والضلال والكفر والعبث بأرواح العباد والبلاد هذا هو علماء السوء علماء الصلاطين أجلكم الله تكرموا عن ذكرهم يتحدثون بطريقة مجنونة الجهاد في غزة حرام أنتم المؤمنون الذين يضحون بأنفسهم بأطفالهم ببيوتهم بأهليهم هؤلاء يرتكبون حرام أما الذي في الخمارة وفي حفلات الهرج والمرج والخمور والسفور فهذا مجاهد على كله إخواني إخواني الله جل وعلا يقول فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكره أن يجاهد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله هؤلاء هؤلاء فرحانين أنه نحن بلى جهاز لكن حقيقة اليوم المرحلة يعني غزة قطعت كل قطعت كل الحجج والأعذاب ما من نقدر ما عندنا قدرة ما عندنا استطاعة نحن عاجزون الله ما كلفنا كل هذا سقط بما فعلت غزة والذي يحاول أن يتهرب ويختبئ وراء إصبعه بعذر من هنا أو عذر من هناك هو ليس أكثر من ذاك الإنسان الذي جاء يستأذن النبي إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر تبعي هذا مو هرب لا رح يستأذن النبي لكنه اسمع ماذا يقول عنه القرآن إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبه فهم في ريبهم يترددون على أي حال علينا أن نبني على معركة غزة وانتصار غزة ودماء غزة للمستقبل بداية الطريق اليوم يجب أن تكون بداية معركة الحياة بدر بدر ما كانت النهاية كانت البداية وبدر زماننا طفان الأقصر الأقصر وهو يجب أن يكون البداية يجب أن يكون البداية ونحن نرى نرى كيف الجنون الأعداء مثلا خذ مثال بعض أهلنا في الأردن تظهر أمام السفارة العدو الصهيون عادي طبيعي يعني في كل الدنيا جن جنون هذه الأنظمة والحشرات التابعة لها والكل يدعو إلى ضرب هؤلاء أو قتل هؤلاء فالأكثر من ذلك يتهددون بجيوشهم جيوش العار والخزي ليس جيوش هذه أي مذابلة يتهددون أهلنا في الأردن هم لا ينتظروك هم يهاجموك في الليل والنهار بكل الوسائل والإمكانيات لا يجوز لك أن تبقى حيران لا يجوز ومن هنا أنا أخاطب الإيرانيين السلطة الإيرانية سمعت بيان أن العدو الصهيون طبعا من طهران أن العدو الصهيون يريد أن يوسع المعركة لكن سنفوت ذلك عليهم أنا فوجئت ماذا أسمع العدو يريد أن يهجم ويوسع المعركة يهجم ونحن نفوت نهرب من وجه العدو ما شاء الله مجاهدين أي متى كان الفرار من الزحف جهاد أي متى كان السكوت على الكفط نصر وخير وخير ها منطق سخيف نحن هذا المنطق تألمنا منه سنوات وسنوات وسنوات عشنا تحت نفر من وجه العدو والعجو يتقدم ونفر ويتقدم ونفر ويتقدم من قال لك أن المصلحة أن تسكت من قال لك بأن الخير بالهروب من قال لك بأن الحرب ليست مصلحتنا على كل من كان لديكم فرصة في الماضي أنتم والميليشيات في لبنان وفي العراق أنتم والميليشيات في سوريا كان لكم فرصة أثبتتم من فشل والخوار وأنكم مجرد مقاومة مراوغة رحم الله الصادقين الذين استشهدوا اللهم انصر أهلنا في غزة ثبتهم مكنهم من عدوهم وسلاحهم وعثادهم ووحدتهم اللهم حرر أسراهم وشافيه وعاف جرحاهم ومرضاهم وارحم شهداءهم وأمواتهم وأموات وشهداء جميع المسلمين في كل بقاء الأرض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر